في وسط ما بين ما احنا من نروح الامبي في يعني عدد سنين كتير مع متخبنا الوطني يعني بداية مع كابتن محمود الجهري كان اول مدرب ليك كابتن عوزوير وانا ضميت 95 مع ميستر كرول في دبي لا في المنتخب اول يعني ميستر كرول اخدك من منتخب الامبي ومنتخب اول اه لما ميستر كرول اخدنا مجموعة كبيرة جدا من منتخب الامبي لكن ما حصلش نصيبي عننا نلعب في الوقت ده لكن اللي حطيني عالطريق كابتن محمود الجهري يعني هو اللي خدني ومنصورة ولعبني وصبر علي انا بقول لان انا وكنتش بالعب في المكان ده انا كنت بالعب لبرو يعني كنت احب الكرة كويسة ابني اللعب من وراء لكن انا انا متى صراحة كنت قال بتفع يعني مختلف حيطة بناء الهجمة يعني بناء الهجمة دي اي كرة او الكرة الحديثة بتبقى محتاجة انا انا فاكر ان انا روحت لقودة لكابتن محمود الجهري وتقريبا الشبه بكيت وقلت له انا مش عايز العب في المكان ده يعني مش حبه قال لي عبدالزار انا كمان سنتين مش هلعب بليبرو كان هو حاطت في خطط ان هو حاطت ان هو حاطت ان هو مش هلعب بليبرو وهلعب باربعة اربعة اتنين فقلت طبا كانت ان انا مش حب المكان قال لي حب شغلك وزاكر وانت هتلاقيك بتلعب كويس اه فعلا انا كنت بلعب في المنتقب ساعات وانا كنتش مبسوط فاول ما بدأت ما كنتش مبسوط يعني ايه اجري ورا واحد طول التسعين دي ايه امسيك وما يلعبش بكرة برضو دي ما كانت بتديني يعني لا انا عايز العب كرة هتمتع فيه جزء في كرة انت كنت بلعب فين يعني جزء كنت بلعب لبرو في المنصورة فطبعا كنت اواخد ان انا اخد استلم الكرة وابني كرة من ورا واعمل بليميكر وزيد ورا نص الملعب واعمل سبورت النص الملعب فطبعا ده الكلام ده كان جديد عليه ان انا امسك بنا ادم كده بيجري طول التسعين دي ايه وامسكه بس ابدل ارد فيها للتسعين دي ايه فكت عايزة صبر خلي بالك لما بتغير مفهومك في الملعب بتبقى عايزة صبر انت بتغير حقيقة وسيقها من المدرب وسيقها من المدرب طبع اه لا هو لا كابتن محمود عمل معي حاجات فضل من ربنا ربنا جعله سبب ان في حاجة اسمعها بزار الثقة هو يعني هو اول مجال الاحتراف طلعني من المعسكر قال له روح امدي جميل لا كابتن محمود الله ارحمه ويمكن حاجة تاني خاصة اولا كابتن ابزار لما انا اول مروح بتركيا برضو كنت لاي كابتن محمود بيكلمني بالساعات اقول كان راجل بيكلم دولي اه اشرب كذا اه اخد البيتامين سي عشان صحتك ويسألنا عليه كل محمد اخبره ايه اه لا اوه اه لعب ولا ملعبش اه طب ايمن عشان ما عارفش يجيبون عادة اه ده ساعات انا اتغيرت في الدقاءة تمانين تمانين اه روحت البيت لقيت تليفون اه بتقول اه 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 بتقولي كابتن محمود تصل بيك ثلاث مرات فايوا كابتن قال لي انت طلعت ليه في الدقاءة تمانين مكانش فيه بقى مكانش فيه مواقع ومكانش فيه بقى بشوفه على انترنت ولا حاجة هو هو طبعا كان اه واس بنته كان موجود في السفارة التركية حقيقي اه تمام فكان بيدله روبورته كل يوم كل يوم مين اللي بيلعب مين وممكن تقالع لنا ايه في الجرايب فاحنا كنا مكشوفين يعني عايز كلمك على اي ممكن ان انت اخذت العب زارة اخذت ثلاث بطولات افريقية ممكن احنا بنقترب اشان فشان من كأس الامم الافريقية اه بطولة الاولى ليك وشكلها كان عامل زي اللي انا عايز اخش معك في البطولات اللي بعدك اه تمانية وتسعين كان لها طعم خاص جدا اه لان انت بتبقى في بداية حياتك الدولية بتبقى يعني وبعدها احنا انا كنت في نادر منصورة مم فكنت في نادر منصورة وبالعب اه مع الناس نجوم وطالع مع جيل كبير يعني اي نعم احنا كنا زي ما يقولوا يعني كنا مدفيين بعض حازم وعمارة وانا ومدحت وعصام واحمد اه كنا سبعة في الملعب اساسيين وكابتن محمود الجهري كان باعتمد علينا اعتماد كل وجزء في الفريق فطبعا كنت رايح كنت رايح مش اساسي يعني كنت باعلعب باحتياطي كان اللي كان باعلعب كان سمير كامونة ومحمد يوسف طبعا كابتني طبعا ومتحت عبهادي وانا بانزل في كل ماتش فطبعا انا رحت البطولة على اساس ان انا كابتن جهري جابني لوحدي عمارة مانسا قال لي خلي بقى كنت هتلعب البطولة ما عرفش ازاي قالت له كابتن انا مركز كواس جدا وقال لي انت هتلعب البطولة انا عايزك تلعب تركز كأنك لعب اساسي للزبط اول ماتش تاني ماتش الكابتن محمد يوسف تصاب انا لعبت البطولة كلها وكان طبعا حازم كان دايما يقولهم عبدالزل لو لعب مش هينزل وسبحان الله من يوم ما لعبت في 98 لحد اخر 2010 انا الحمد لله رب العالمين يعني مفيش مدرب مجايش ما لعبتش معي لكن 98 انت عارف الكفاح كله اللي انت تاريخك تاريخك صفر انت كابتزار السئة تاريخك صفر الدولي نفس النظام اللي اللعيبة راحة به يعني لو تشير بقى 912 و3 بطولات ارجع بيها الزمن 98 وانا رىح مسافر انا ما مفيش له عبدالزل السئة الليه في محل بس مش اكتر والقال لكن العداد بيعدي بقى البطولات واللي يلاقيه في الحداز الزمن يعنى انه يبقى وراج دوري ووراج كاس ووراج بطولة انت بتتتتتتتتتب تتتتت schem متتتتتتتتتتتتائل fitila متتتتتقلuks Karim متتتتتتتتمن كل حاجة فاحنا راحين الكابتن جهري انا كنت ما فهمتش الكلام ده خلي بالك انا بقيتش مدرب لما تبقى مدرب وتفتكر الكابتل محمود الجاهرة ولا الكابتل حسن شحاتة ولا الناس العظام اللي احنا اتمرنا معهم دول هو بيعمل ليه كده؟ هو عمل ليه كده؟ لما كان بيقول للرأي العام احنا احنا التلتاشر تصنيفنا التلتاشر عمل زي السادات لما حارب في اكتوبر وققنا على الناس ان احنا مش هنحارب حسس الناس بنوع من اليأس عشان يعمل المفاجأ لكن جوه المعسكر لان الكابتل محمود الجاهرة لما تعيش معاه انت عسكري مش مش لعيب كورة انت في مهمة قومية يعني انت انا يعني دايما كنت احب اللعيب الصغير كان لازم يتمرن مع الكابتل محمود الجاهرة عشان يعلمه يعلمه يعني ايه ولاق؟ صحيح يعني ايه تشرت؟ يعني ايه منتخم مصر؟ لان اللي محدش يعرف الكلام اللي انا بقوله ده الا لاب مع محمود الجاهرة فطبعا انا انا في مهمة رسمية وعايز وعايز ترجط بتاعي او لها بتاعي ان انا عامل بطولة وهو قال لنا واحنا طالعين اجتمع بينا وقال لنا انا حجزت على الاخر يوم لا نقعد في المدرجات نتفرج لا نلعب النهائي اختروا انتوا او حد يقرأ الكلام بتاعي في الجرايد يعني ما حدش له دعوة خالق ما حدش يقرأ كلامي في الجرايد انا كل التصراحات دي انا قصدها فاحنا راحين عشان ناخد البطولة فطبعا انت سخني جدا وبتلعب مع كابتن هان الرمزي وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم ما جاش معانا وكابتن ياسر ريان كل الكلام ده كله انت طالع مع جيل كبير والجيل بيتأقلم مع جيل صحيح جيل بالكيميا هل هتركب ولا مش هتركب هل عبدالسطار وحازم هيعرفوا يلعبهم اللي انا بقول عليها اللي العالم كله بلعب بيها برأس حربة واحد الكابتن محمود الجهري لايب بيها بتبنى بتسعين ده كلام مزبوط صحيح يعني الملائب الكابتن حسام وعبدالسطار وحازم تحته كل العالم مش مصري بس بلعب بفرود دلوقتي وكان كله بيستغرب ليه ما بلعبش بطنين فرود عشان ساعتها كان يقولك نفسه لاقي فرود تاني نفسه لاقي فرود احتياط اه كان بحب الكابتن حسام لكن كان نفسه طلع تامي انت رحت جيد معانا فترة اه اه اجان كنت يستيلك كابتن حسام فطبعا انت رايح كلك امل وتركيز بص حياتك نومك اكلك شربك كرة اه وزنك تحافظ عليه تركيزك نسب كل حاجة من تخيالها وراح تمانا ساعتين تروح تقابل بقى معسكر يعني معلش لو اي حد لعيد دلوقتي دلوقتي راح شاف المعسكر دلوقتي انا شخصيا لو رحت دلوقتي معرفش عايش فيه خلاص انتهت وقت العذاب والشقة بتاعك كان ساعتها واخدت البطولة عشان كده وقت المتخب ده زي الوقتي انت من غير بطولة انت نصي انت ما ولا حاجة خلي بالك في ناس كتير قوي يقول لك نسبة التاريخ اللاعبين محمد انت اصلا في ناس كتير قوي اسماء وتيجي تشوف ظهرها او الكتاب بتاعها او السيفي بتاعها مفيش بطولة يعني اللعبة كل اقول لك عاجة احمد فتحي والحضري والمحمد اللي لعب بطولة الفركة تصور يعني تقريبا واحد ولا اكتنين في المية ولا ما يجيش واحد في المية اللي لعب بطولة الفركة يعني عبدالله السعيد وعبدالشافي كما عبدالله السعيد ملعبش بطولة الفركة حمد النجم الكبير جدا ملعبش بطولة الفركة انين ملعبش بطولة الفركة رمضان صبح طرق حامد كل عمر جابر كل النجوم الكبار دول لسه فانت قدامك فرصة انهارضا اه 2010 دي ده 2010 طبعا انا هكلمك عليهم كابتن يعني خصوصا 2008 2006 و2010 لان حياتك حدثت منك 2008 2008 لكن خلينا نروح فاصل ونتكلم عليهم يعني خلاص دول في العصر الحديث بقى وقريبين من اللي احنا فيه دلوقتي واللي نخش فيه زي انت كنت بتتكلم كده انت محتاج من المجموعة الموجودة تعمل تاريخ لنفسها وتاريخ لبلدها لان طبعا احنا ما زلنا طبعا أبطال أفريقيا فوصل سريع ونرجع لكابتن عبدالزارس دلوقتي الجميع بتاريخ اشتركوا في القناة